الله تبارك وتعالى يرزقه نحن نرزقكم وإياهم والآية الثانية نحن نرزقهم وإياكم وكأي من دابة وكلام كان بالأمس مع فضيلة الأخ الفاضل الأخوية الدكتور برايب وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ده أنا مرة آسف أعتذر يعني لقيت واحد يعني معاه عربية كرة صغيرة كده أعزكم الله وسيأح حمار ضعيف كده وعمال وبعد ينزل بالدايع فبقول له فيه إيه يعني أنا عايزة أشارك معه قال لي المصريف وبيأكل وهعمل إيه قدت له يا عم الحج أنت ترزق من رزق هذا الحمار أعزكم الله الله وممكن يكون عندك في البيت قطة ولا حاجة أنياها ولا شوية آسف غنم عندنا في الصعيد ولا في الفلاحين ولا بهيما الواحد أني أعزكم الله ولا قد يرزق الإنسان من ورائه هذا الحيوان الأخرس الذي لا يملك حولا ولا طولا ولا قوة ولا نداء لله إلا أن الله يعلم سره ونجوه فيرزق صاحبه من أجله سبحان الله وكأي من داب لا تعمل ورزقها الله يرزقها وإياكم ده أنت تشكر الدابة دي اللي ربنا رزقك عشانها نعم زي ما سبحان الله ربنا قال ومن يتقي لا يجعله مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب ما قالش هيرزقك بسعيك ده هيرزقك من حيث ولا تحتسب من أماكن تانية أنت ما تعرفهاش أنا عايز أقول حكاية الرزق دي الله تبارك وتعالى متكفل بها وعندما ينقض الرزق فقد انقض الأجل فالرزق والأجل في توأمة بينهما إلا أن الرزق الذي تسعى إليه هو رزق أنت مأجور فيه ومشكور فيه أما أن يعيش الإنسان متقاعسا وعالة على غيره فهذا شيء غير محمول هنا بقى دي أساس وهدف رئيسي لسورة يونس إن بتتكلم عن فكرة السعي إنها ده هدف لوحده والنتائج هدف لوحده يعني أحد العلماء كان بيقول النتائج تخلق عندها وليس بها تخلق عند السعي وليس بالسعي فالفرق ده بقى يا شيخ محمول نتائجه بفضل الله تعالى تأتي بالسعي وتأتي بالهمة وتأتي بالأخذ بالأسباب هذه نتائج إيجابية وقد يكون الإنسان متقاعسا ولكن الله تعالى يرزقه آسف التعبير مع ذرة يعني رزق الدواب يعني ممكن بيت فيه خمسة ستة اتنين بس اللي شغلين والباقي قاعد بقى أنا لسه كنت بحك مع أحد الإخوة يعني تقولوا مصر عندنا مية وعشرة مليون فينا تلاتين مليون متقاعس وتدي عشرين خمسة وعشرين مليون كبار سن وأطفال ومرضى وتدي عشرة مليون ما بيقوموش يعني تخدش في سابعين مليون من مية وعشرة مليون عايزين حد يخدمهم وحد يأكلهم وحد يتخلهم ويبردهم ده شيء صعب لا الإسلام مش كده والإيمان مش كده والإنسانية مش كده والذوق العام مش كده وهمم البني آدم من داخلي مش كده لا 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 يزرع ويرفع ويصنع وينتجه حتى يكون هو معطيا غير آخذ بالذب ترجمة نانسي قنقر